بالنسبة لهذا النشاط الذي ينفى ميناء قدير هو عبارة عن لقاء توصولي تم تنظيمه من طرف الهيئات الميانية لتتنشط في الصين في الصيد الأسماك استحياء من آسفي إلى مدينة الداخلة الموضوع لقاء توصولي هناك مجموعة من نقاط ولكن نقاط الأعمال تقريباً ضمن مجموعة من نقاط ولكن النقطة الأولى التي نحن بصدد مناقشة في إطار هذا اللقاء توصولي هي مخططة مصيدة شمال بوجدير لتقريباً يعني جاتنا للوزارة الصيد بالنسبة لهذا المخطط نحن نتفاجئنا به لأن أولاً بقي كي يتعاملوا مع قطاع الصيد البحريب يعني بالعقلية ما بعد الدستور الحالي لأن اليوم الحمد لله يعني المكتسبات اللي اجابها الدستور الجديد على أساس المقاربة التشاركية يعني المشاورات العمومية غائبة بثبثة في الإطار لحد الآن ونحن نعتبر هذه المخطط هذه السيغة اللي اجابها بوزارة الصيد يعني مخطط جهنمي صراحة اللي غادي يعني ادي بالقطاع ديال الصيد الساحلي للإفلاس لأن هناك مجموعة من يعني البنود اللي ربما باتاتاً غير منطقية لأن الخصوصية الطبيعية ديال المصايد ديال شمال بوجدور يعني من ناحية المهنية يعني تتفرض علينا مجموعة ديال الأمور لمواطحاش احنا بالنسبة لنا أولاً وقبل كل شيء نعتبر هذا مشروع في الوقت الحالي ولكن هنا يعني تجربة عميقة مع الإدارة ديال الصيد أثناء مناقشة يعني المخطط هيئة الأسماك السحية بمنطقة السي يعني نفس الإشكال التي تعملت به إدارة ديال الصيد صفتتنا هذا المخطط في بداية الأمر كمشروع اعطينا فيهم جموعة من الملاحظات اللي هي يعني ميدانية حية ما فيها لمزايدات للتحجة لكن الغريف في الأمر يعني كل هذه الملاحظات دهبت في مهب الريح وما كان غير ذلك الشي اللي بغت الإدارة هي اللي تبقى في هذا المخطط لأننا الحمد لله كيف مكان الحال أولاً وقبل كل شيء هذا اللقاء التواصل هي لقاء ناجح بامتياز لأن حضرت فيه واحد لكتافة المهنية اللي بالدرجة اللولى أنهم حسوا بالخطر لأن الاستثمارات ديالهم وكذلك البحارات وما كانوا حاضرين بقوة الاستثمارات ديالهم يعني كانوا تخوف كبير في الواسط المياني لخاصة نتابع للإدارة ديال الصيد وإحنا بصدد مناقشة هذا المخطط ولكن اللي تنتمنى أنه الإدارة ديال الصيد يعني تستحضر العقلية الجديدة والمفهوم الجديد والمقاربة التشاركية والمشاورات العمومية أثناء إعداد أي مخطط أو أي مشروع أو أي قرار وشكرا